اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سالفت حاتم الطاي الآن غالب الناس أحس بأنه طعن الخيل حقته عشان ضيفه أساساً ما هي بقصة حقيقية لا ما هي بقصة ضيفة عشان جارة حاتم الطاي طويل الأمر كان يعني معروف أنه من أكرم الناس في الجاهلية طبعاً لدرجة أنه إذا مثلاً أحد كريم يشبهون يقولون كرم فلان حاتم يا سلام طبعاً هو كان في العصر الجاهلي فأبنه الصحابة الجليل عدي بن حاتم يقال أنه تكلم عن الرسول سأل الرسول صلى الله عليه وسلم قال له أن أبوي كان يكرم وكان يعني يعني ولد حاتم أدرك الرسول صلى الله عليه وسلم أدرك الرسول هذا هو يقال وسأل الرسول صلى الله عليه وسلم قال للرسول هل أن أبوي يؤجر على كرمة لكي يكسب السمعة الطيبة فالرسل صلى الله عليه وسلم رد عليه بما معنى الكلام أن أباك أراد شيئا فأدركها يعني كان يكرم عشان يأخذ السمعة الطيبة و أدركها عرفت يقول لك سنة من السنين هذه زوجة حاتم الطائل هي اللي كانت تقص القصة جاهم سنة سنة يعني تقشف تقشف كما تقول دهر ما في حتى نفس عام الرمادة ما عندهم شيء عشان يشبون النار عشان يأكلون فيقول لك ليلة من الليالي كان جالس حاتم و زوجته وبنته ولده فكانوا عيالي يبكون من الجوع جلس يسولف عليهم هو زوجته لين ناموا بعدين جلس يسولف على زوجته و زوجته حست أن يسولف عليها عشان تنام عشان ما يحس بالدم بأنه قادر يجيب لهم فالظاهرة منهم اي فالظاهرة منهم شوي إلا إلا الرواق حق بيتهم ينفتح إلا هذه جارته قالت يا حاتم أنا ما عندي إلا الله ثمنته أنا جايتك و وراي ذيابة يعون يبون ما عندهم اللي حتى يسكتوا يا الله تقصد هي تقصد عيالها أولا لها الصغار فقال لها استريح يا ابشري بتلاقيين اللي عشيش و يعشي عيالش و يعشين إن شاء الله و راحت المرة قال لها روح جيب عياله شو تعلي طلعت في زوجتي قالت أنت مجنون أنا عيالي منومتهم بالسوال و أنت تقول لي بتعطى الجيران قال لها دام منها جاتني من خليها ترجع كده و قام على فرصة و طعنها عرفت و قال لهم شب الضو و قام على عمرك مودع مرة هذه جاي معنا اثنين في ديائه و اربعة يمشون وراه يا الله قدم لهم شوي اكل وتذكر أهل حارته قالوا الله ماكل حالي و عزم أهل حاره يقولون اليوم الثاني إنه مابقى إلا على العظام و الجلدة قالوا كل اللي عنده يعني أولاده صحيح من النوم باعتهم على جوع اح يالله يعني الحين اللي يسوي كارك جميل يطلق على زهيري ايوه في واحد يقولون أنه صار له موقف مع حاتم الطاي وجاء حاتم الطاي عند رجال وضاف عنده حلو وقدم لها الراس وفيه تقريبا المخ تعرف المخ كلا قال الحاتم للرجال ما ألده قام الرجال وش سوى وراح يجاب له واحد ثاني قال له ما ألده وجاب له ثالث ورابع المهم لين شبع الرجال هذا وش طلع طلع فقير ومعنده إلا عشر من الغنم عرفت وفكلما قال حاتم ما ألده ذبح من الغنم يام طلع حاتم شاف إلا الدم يسيل والغنم عشرة مذبح قال لها وش وش سالفتك كل الغنم دي ليه مذبح قال ما يصير يا حادي يجيني ويشتهي شي عندي أو يستطيب شي ويستلده عندي وما قدمه له يا الله عرفت فقام حاتم وش رد له رد له ثلاثمائة من البل مدري كم من الغنم فاسأله قالوا يا حاتم أنت كده أكرم منه قال لا أنا من أكرم منه الرجال قدم كل ما عنده وأنا قدمت بعض اللي عندي يا سهلا لكن سبحان الله أنا حاتم جات روايات أنه كان غني وافتقر أولا كان فقير واغتنى أولا ما توقع أنه كان فقير وكان غني وافتقر أتوقع أنه كان غني كان فقير واغتنى لأن الكرم اللي أنجاه نعم أو الكرم اللي رزقه أتوقع يلا ترى هي اختلفت الروايات لكن معروف أن أول كرم قد فاز به حاتم الطي في الأبيات هذي اختلف هرس من شان جارة طعنة ضيفة هلا هي من شان جارة طعنة اللي هي جارته هذي يا سلام فحتى الكرم ترى حتى الكرم لها أداب ولها اسلوب ولها في ناس في ناس فاهمة الكرم غلط يلا بقول لك شي هل حين ما جيد بروح اللي طالع من القرية ايه والله حاس أنها خمسة ستة طالعين ايه والله مجد ما شاء الله تبارك الله يا خمشة أقلة الحمد لله وصلنا المرحلة صلنا المرحلة أن إخي ترى ما هي بسيطة أنك تعيش شحرينة وشوي مع شخصه شوي يختفي شوي يختفي وعاد خلص الأسبوع الحين أنت عندكم مثلا أنا جيتك عندنا مثلا معروف يا مفطح يا قعود يا طبعا ليس بكل المملكة هناك بعض نتحدث عنها عندنا نقدم مفطح أنتم عندكم شو؟ هو المفطح نفسه 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 نحن نسميه غوزي نعم لكن غوزي هو نفسه نفسه نعم 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 هذا كبش نعم 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 نعم